وفي عندنا برنامج ثاني ومشهور يلي هو الملتيغو الملتيغو هي واحدة من أكثر البرامج كفاءة في عمل الأوسنت والاستطلاع أما من الناحية الشخصية أو الشركات والمؤسسات هذه الأداة توفر لك واجهة رسومية سهلة لاستخدام ولتوفر لك جمع المعلومات واستخراجها عن طريق الانترنت بجميع الطرق وهذا البرنامج يقدر يستخرج لك معلومات عن الدي ان اس ويطلعها لك بطريقة تقدر تقراها بسهولة وهذا الشيء اللي بنشوفه بعد شوي في البداية خلونا ندخل على الموقع الخاص بهذا الأداة وحط لكم رابط الموقع أسفل الفيديو مثل ما تلاحظ هذه هي واجهة الموقع ننزل لتحت آخر شيء حتى نشوف كلمة download أو التحميل وأول ما تضغط عليها تفتح لك صفحة التحميل بتلاحظ أن البرنامج ننزل على الويندوز ولينكس وماك في كالي لينكس ما يحتاج تنزل هذا البرنامج لأنه موجود بشكل تلقائي بس اليوم رايحين ننزل هالبرنامج ونستخدمه على الويندوز ونضغط على زر التحميل ويبتدي البرنامج أنه ينزل عندنا وننتظر حتى تنتهي عملية التنزيل وأول ما ينزل نشغله يمكن أول ما تشغل البرنامج يطلب من عندك أنك تنزل برنامج جي آر اي وهو برنامج الجافة إذا ما كان عندك نازل فنضغط على next وتأشر على هذا المربع وبعدين next وnext وآخر شيء install أو تنزيل وننتظر أليم ما يكتمل معانا وبعدين نضغط على finish أو انهاء والحين تفتح لنا نافذة تنزيل برنامج الملتيجو ونضغط على next تختار الخيار الأول أو الثاني يعني إذا كان كمبيوترك مشترك وفيه أكثر من حساب تبغى هالبرنامج ينزل عند الكل أو بس عندك فاختار اللي ناصبك وبعدين next وnext وآخر شيء install أو تحميل وننتظر حتى يكتمل عندك تثبيت البرنامج على الجهاز ونضغط على هذا المربع علشان ننشأ اختصار على سطح المكتب وبعدين انهاء وبعد ما تنتهي من تثبيت البرنامج انشغله وهذه هي واجهة البرنامج بتلاقي خمس إصدارات تقريبا رايحين نختار الخيار الرابع اللي هو المجاني الباقي مدفوعة يعني بفلوس رايحين نختار miltego CE ونضغط على run أو تشغيل بتفتح لك نافذة الإعدادات قبل لنبتدي بتشغيل البرنامج نضغط على هذا المربع واللي هي انك توافق على الاتفاقية وبعدين نضغط next هنا لازم يكون عندك حساب معاهم اول شي نروح نسوي حساب واذا انتم سوي حساب ما يحتاج تسوي هالخطوة نروح نضغط على هذه الوصلة علشان نسجل حساب جديد طريقة التسجيل سهلة جدا مثلها مثل اي تسجيل قيت سويته من قبل تحط اسمك الاول والثاني مو شرط تحط اسمك الحقيقي وبعدين الرقم وبعدين تختار دولتك وتختار اسم شركتك وعددها وطبعا هالمعلومات تحط اي شي وتحط ايميلك الصحيح مو اي ايميل علشان يوصلك توثيق وبعدين تختار الباسورد اللي تشوفه مناصب واخر شي تسجيل وبعد ما تم عملية التسجيل بنجاح نرجع مرة ثانية لواجهة البرنامج وتحط ايميلك اللي سجلت فيه وبعدين الباسورد وتكتب هالحروف اللي في المربع وبعدين تضغط على next وتبتدي عملية تسجيل الدخول ان كان الايميل والباسورد غلط بيرجعك من اول وجديد وان كان صحيح بتشوف انه تم تسجيل عملية الدخول بنجاح وبتطلع لك بياناتك اللي مسجل فيها ونضغط على next وبعدين كل اللي عليك بس تضغط next next علي ما توصل لاخر مرحلة ونختار ثاني خيار علشان نشوف مع بعض مثال مجهز لنا البرنامج وبعدين انهاء وهذه هي واجهة البرنامج بعد ما خلصنا اعدادات التثبيت وفتح لنا على مثال والمثال عبارة عن معلومات عن نطاق او دومين لاحظ في المثال انهم مسوين أوسنت وجمع معلومات على موقع ملتيقو وهالمعلومات تتكوم من ال IP address والسب دومين وارقام الهواتف والايميلات وحتى العنوين الجغرافية ومرتبها لك بشكل حلو وجميل مثلا خلونا نروح نجرب على موقع ثاني فليكن مايكروسوفت نضغط ضغطتين على الاسم ونكتب موقع مايكروسوفت او اي موقع حاب تبحث عنه وبعدين تضغط right click وتطلع لك هذه القائمة خلونا نشغل كل هالخيارات ونختار الخيار الاول تطلع لك نافذة تقدر تختار فيها فترة معينة بس خلها مثل ما هي حاليا ويبتدي البرنامج بجمع جميع المعلومات المتعلقة بموقع مايكروسوفت من ناحية أرقام الهواتف السب دومين الاميلات النام سيرفر وغيرها من المعلومات اللي تفيدك في جمع المعلومات لاحظ كمية المعلومات اللي استخرجها وصنفها لك على شكل ألوان وكل لون يعني شيء معين وتقدر تضغط على الزر التكبير الرسمة علشان تطلع على البيانات بشكل أوضح تطلع على المعلومات اللي جمع حلك البرنامج خلونا نقفل كل شيء ونبتدي من أول وجديد اتروح لأيقونة البرنامج من اليسار ونختار نيو أو جديد لاحظ من جهة اليسار تقدر تختار أي شيء تبحث عنه تقدر تبحث عن الصور عن الأشخاص عن أرقام الهواتف بعد بتلاحظ أن تقدر تبحث على الكريبتو كرنسي البيتكوين والبلوك وهذا السوالف وبعد عن الأجهزة وتبحث عن البنية التحتية لأي شركة مثل الدومين والدين اس والآي بي هات وغيرها خلونا نجرب مثلا على الدومين نفس ما سوينا قبل شوي اللي عليك أنك تختار الدومين وتسحبها للنص بشكل تلقائي بتلاقي دومين الشركة لو تضغط بالزر الأيمن بتلاقي أنه عندنا عدة خيارات مثل ما شفنا قبل شوي تقدر تحدد أي معلومة حابة استخرجها مثلا الإيميلات أو الملفات أو الأشخاص أو الأرقام بشكل فردي أو أنك تشغلها كلها مرة وحدة بالخيار الأول مثلا أنا بختار أني أستخرج ملفات الموقع مثل ما تلاحظ طلعت لنا خمس ملفات هذه الملفات اللي تكون موجودة أصلا في الأنترنت ومتوفرة للكل يعني هذا ما يعتبر اختراق أخواني أو سحب ملفات هذا يعتبر جمع معلومات اللي متوفرة على الأنترنت وفي محركات البحث تقدر تحذف النتائج اللي طلعت لك أنك تحددها وبعدين من لوحة المفاتيح تضغط على delete وتحذفها خلونا نختار مثلا استخراج معلومات عن صاحب الدومين طلعت لنا عدة نتائج نكبر الشاشة ونشوف وعندك هنا من جهة اليسار تتحكم في الرسمة تحركها يمين أو يسار علشان تشوف باقي النتائج بسهولة لاحظ أنه في عندنا أرقام هواتف وإيميلات مثلا حابة تطلع معلومات على هذا الرقم بنفس الطريقة نضغط right click وتطلع لك هذا القائمة ونختار تشغيل الكل وتطلع لك بيانات أكثر اللي متعلقة بهالرقم من ناحية اسم الشخص أو الموقع أو الإيميل وغيرها وهذه النتائج تختلف من بحث لبحث ثاني وكل اللي عليك تحفظ هذه النتائج وتسجلها عندك علشان تحللها بعدين وتحاول تستخرج أي معلومة مفيدة يمكن تفيدك في اختراق أو استهداف الموقع نحذف هذه النتائج تحديد الكل وبعدين دليت ونشوف مثال ثاني خلونا ناخذ مثال على الإيميلات ونسحبها للنص ونكتب أي إيميل حابين نطلع معلومات عنه مثلا أنا بختار إيميل الدعم الخاص من الإستجرام حاب أطلع معلومات عنه right click وأختار تشغيل الكل وطلعت عندنا عدة معلومات على الإيميل مثل أرقام الهواتف والأماكن اللي لها علاقة بهذا الإيميل أو الأماكن اللي استخرج منها هالإيميل وفي ملاحظة شباب موك المعلومة يطلعها لك هذا البرنامج تكون صحيحة مئة بالمئة فاللي عليك تطلع على هذه المعلومات وتشوف هل فعلا هذه المعلومة صحيحة وتحتاجها أو لا مع الخبرة والممارسة إن شاء الله في جمع المعلومات بتكتشف هذا الشيء مع الوقت ونفس الشيء إذا حاب تتعمق أكثر في البحث وحاب تبحث عنها الرقم بنفس الفكرة والطريقة right click وبعدين تشغيل الكل وبتطلع لك كل البيانات اللي لها علاقة فيها البرنامج فعلا جبار وقاوي في جمع المعلومات الحين أتركك تشوف البرنامج وتكتشف هالبرنامج بنفسك وتقدر بعد تحفظ هذ النتائج اللي تلعت لك بالطريقة اللي تناسبك ومثلا أنا بحفظ هذ النتائج على شكل صورة نضغط على شعار البرنامج من اليسار ونختار export أو تصدير وبختار حفظ كصورة وتختار مكان حفظ الصورة وتحدد على حفظ الصورة أو جميع الصورة وتروح لمكان الحفظ وتفتحها بتطلع لك بهذه الطريقة وصلنا لنهاية الدرس وما زلنا في الفصل الثاني وبنكمل معاكم إن شاء الله في الدروس القادمة ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته